اهلا احبائنا مشاهدينا الناس بتتسأل وين الله اين الله من كل هذا الموضوع الله حي الله موجود الله صالح كل طرقه صالحة الله بيهتم فينا الله مش ناسينا الله عينه علينا بيرعانا ويريد الافضل لحياتنا حتى لو مش شايفين كل الصورة الكاملة مكتوب كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم لانه مكتوب فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما ثم مكتوب ايضا ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده في ناس بتاخد اكستريمز تطرف عن الله بعيد عن الاصطلاحات اللهوتية في ناس اللي بتقولك الله هو الله هو حر هو بيعمل كل ضربة كل قضاء كل شر كله هو له الحق له المطلق السيادي انه يعمل هذا الشيء وفي مجموعة تانية اللي هي اكتر يعني جماعة ما يسمى قضاء وقدر جماعة القضاء والقدر انه مكتوب وما يعمل يعمل وخلاص وذا الانسان له دور هو دور وانا مش هغير الطريق ولا هغير الدنيا ولا هغير الموضوع لكن حبائي سواء هذا التطرف لانه يعني تقول انه الله اللي بيجلب الشر والله اللي بيصنع البلية يعتبر فعلا اهاني لالله لانه الله مصدر كل خير مصدر كل صلاح الشر هو من الشيطان يعني مثل ما قال رسول يعقوب لا يقول احد اذا جربه اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة اذا حبلت تلد خطية والخطية اذا كملت تنتج موتا فاذا الله لا يجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور فاذا الله واضح انه ما بجربش اي حد في الشر ومش بس كمان مكتوب الله امين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا لتقدروا ان تحتملوا يعني حتى لو في تجارب وفي امور بتصير معانا الله مش هيسمح انك تعدى او تتخطى الموضوع اكتر من اللازم وحتى ان مرينا في ازمة مكتوب الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا فالله والله فعلا له السيادة والسلطان المطلق العالم بكل شيء لكن احبائي الله ما هواش مصدر الشر وحتى يعني هذا بيحتاج موضوع تاني لما بنتكلم عن سماح الله كلمة سماح يعني اذا بنحاول ان لقي لها كلمة يعني في العهد الجديد بازن يعني او او يمكن استلاحات اخرى لانه مرات بقولوا طب ليه الله بيسمح ليه الله بيسمح في امور كتير هي عواقب الانسان بياخدها وبيحصدها بسبب عمله لكن من ناحية تاني عندك المجموعة التالت اللي هي مجموعة الفيتاليستك اللي هي القضاء والقدر اللي كله خلاص مكتوب وربنا عاوز هيك وكده مزبوط خطأ بشري وفي ناس رابع بقولك لا هذا خطأ بشري والانسان مسؤول عنه وكله والانسان اللي راح يعالج هذا الموضوع احنا بنشكر الله انه في زمن هذا الوباء انه دائما في علاج دائما في حل في انتشار للمعرفة في عناية في وعي في وعي للناس مثل هالأيام بقولك تلمسش غسل ابتعد الى اخير كل هذا الوعي ما كانش بالماضي هذا الموضوع الناس تموت يعني من مهبة ودب بالالاف والملايين ومن غير ما يعرفوا ليه عم بموتوا بس اللي بميز هذه الايام انه في عنا الوعي في هذا الموضوع يعني بكلمات مختصرة اين الله؟ الله حي الله موجود الله شايف والله راح يحول كل الامور للخير والخير طبعا لاللي بحب الرب والمدعو حسب يعني حسب ترتيب او ارادة الرب موسيقى موسيقى